موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من مملكة الثقافات الموعد الثقافي الأسبوعي على ميدي أن تي في أخبار ثقافية مواعيد إبداعية وجديد المكتبات والمتاحف والصلاة والمسارح مملكة الثقافات هي أيضا شرفة تطل على كنوز الثقافة وأسرار التراث المغربي العريق وباسمكم جميعا نرحب بالدكتور أحمد الدافري أستاذ التواصل والإعلام الخبير في قضايا الثقافة والفن مستشار مملكة الثقافات مرحبا بك أستاذ أحمد الدافري أهلا وسهلا أستاذ محمد شكرا جزيلا لك وشكرا على حضورك الدائم بيننا وفي مملكة الثقافات لهذا الأسبوع الشرط الوثائقي الملحمة عامل فني يوثق لمسيرة أسود الأطلس خلال المنديال ومعد الفيلم الزميل عبدالله الجعفري ضيفا على مملكة الثقافات والمملكة تتزين بوشاح الأمازيغية واحتفاليات كبرى تنطلق بمناسبة رأس السنة الأمازيغية وفي الذاكرة مع زميدتنا فرحان عياش عودة إلى سيرة شاعر غادرنا قبل الأوان كريم حماري فيلم الملحمة شريط وثائقي أعده زميلنا عبدالله الجعفري وأخرجه المهدي بالنصري هي مساهمة إبداعية في توثيق هذه المحطة التاريخية وذلك من أجل الإسهام في الأعمال والإصدارات الفنية والثقافية المواكبة والتي حرص من خلالها مبدعون مغاربة على تخليد هذا الإنجاز المنديالي لتقريبنا من هذا العمل الجامع توثيقا وإبداعا يحضر معنا هنا في الاستوديو الزميل عبدالله الجعفري صاحب فكرتي ومعد هذا الفيلم الوتائقي مرحبا أستاذ عبدالله جعفري وهنيئا لكم بهذا الإنجاز الفني التوثيقي شكرا أن نجازينا لك سي محمد شكرا حضور ملي حمد سعي جدا باش نكون معك برنامج ملك التعقفات وسعي جدا باش نعود على الفكرة ديال فيلم الملحمة وصعوبتها وتحديتها والفرحة بأن هذا المولود خرج الوجود بعد طول الانتظار ونحن لا يسعنا سوى أن نقول برافو هنيئا لكم لنبقى مع هذا التقرير حول فيلم الملحمة ونعود للنقاش مع ضيفنا الكريم بحضور لاعبين السابقين للمنتخب الوطني إضافة إلى العديد من المسؤولين والصحفيين والفنانين وصناع المحتوى الكل هنا على موعد لمشاهدة العرض ما قبل الأول لعمل توثيقي يلخص مسيرة المنتخب الوطني في قطر 2022 بداية أنا سعيد جدا بأن هذا الفيلم الوطني يعني تورخناها في قطر الملحمة خرج الوجود بعد عمل طويل عمل شقوى طويل لمدة سنة كاملة ما يمكنش يعني الإنجاز المتخمري في مودي القطر بالإبداع اللي كان فيه بالوصول دور نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق مغربيا مغاربيا عربيا وفريقيا ومن يتوتقش بطبيعة الحال فوحد الفيلم الوطائقي اللي يبقى هواتيقى للتاريخ أتأرغل هذا الإنجاز الفيلم الوطائقي يحتوي على أكثر من 20 شخص مشارك في الفيلم الوطائقي منهم فنانين منهم رياضيين قدامة منهم رياضيين لحاليا في المنتخب الوطني ومنهم ناس اللي عاشوا الحادث تموا وكيف شافوه كيف شأتر عليهم وإن شاء الله نتمنى أنه يحفز تغوى مجموعة من ناس أخرى أنها تهيط نوض وتحامن بوحد الحلم وتخدم عليها باش تحققه إن شاء الله بعنوان ترخناها في قطر الملحمة استطاح فريق العمل في ظرف سنة منذ انطلاق الفكرة إلى إنجاز هذا الوثائقي أن يعيد للمشاهد لحظات توحدت فيها مشاعر المغربة مشاهد لا يمكن تجاهلها ولا نسيانها تعكس إنجازات باهرة للمنتخب الوطني خلدت فرحة ملحمية في قلوب كل الشعوب العربية والإفريقية وحتى العالمية وفوق ذلك شهادات حية من شهود عايشوا تلك اللحظة أو ساهموا في صناعتها فالواحد كان يشعر بفخر عظيم لأن تلك الملحمة فعلا ملحمة فريق وطني لكرة القدم ملحمة جمهور ملحمة شعب ملحمة أمة وملحمة قيادة ما في علامة أيام ملحمة كبيرة وتاريخية وكاد تسد هذا الجيل اللي هو حقه الآن واللي غادي تزيد الأشياء الأخرى المقبلة إن شاء الله نفس الناس اللي مزاكت بكيه اليوم في القاعة الناس اللي غرف الفيلم هذا الوطنيقي وكان شوه الدموة ديالا كاتت هاطل عمل جميل متقن من ناحية الفنية من ناحية السرد الخيط الناظم بين الأحداث وبين الشخصيات كانت هذه اللحظة لحظة اعتراف بما حققه المنتخب الوطني لكرة القدم الذي شرف اسم المملكة المغربية وتجديد للرسالة أن كل شيء ممكن إذا كانت الإرادة قوية وفي نفس السياق كرمت اللحظة وجوها رياضية وأخرى ارتبطت بإبداعها في صناعة ملحمة قطر ألفين واثنين وعشرين مرة أخرى أستاذ عبدالله جافري هنئل لكم بهذا العمل وكما ورد في التقرير هو أيضا وثيقة تاريخية تجسد هذه الملحمة والحقيقة اسم على مسمى بداية كيف جاءت فكرة هذا الفيلم أستاذ عبدالله مرة أخرى شكرا أستاذ محمد على الدعوة الكريمة في برمج مملكة ثقافات واحد المواعد الثقافية الكبرى في المشهد الإعلامي الوطني والمغاربي ولما لا أيضا العربي لن أكون نزع ما نكون معك صريح جدا بأن الفكرة هذا الفيلم جاءت من تجربة سابقة كان لنا الشرف كله خدمنا في هذه القناة ميديا ان تيفي يعني بعد الإنجاز الكبير للمتقام مغربي في مونديال قطر كان يعني مبادرة من الإدارة العام للقناة السيد المدير العام السيحة سخيار وطلب منا أننا ندر واحد فيلم وطائقي ونتقفين هذه المرحلة لنا هذا الفيلم وكان تدع أو تبت على قناة ميديا ان تيفي 31 دجمبر في السنة الماضية هذا الفيلم يدرب واحدة سرعاقية سياسة راحة لأنها عشرة أيام بعد الاستقبال الملكي للمنتقل المغربي أول منبر إعلامي بالفعل سي محمد أول قناة في المغرب وفي العالم دارت فيلم وطائقي حول إنجاز تاريخي المنتخب مغربي مونديا القاتل لأنه جاء فقط بعد أيام قليلة من الإنجاز الكبير والتاريخي للمنتخب المغربين الفكرة كيف جاءت وبعد هذا الفيلم كانت اتصالات من أصدقاء وزملاء باركوا هذا العمال أشهدوا به ولغات الأرقام لا تكذب هذا الفيلم في أسبوع تجوز المليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لموقع يوتيوب واليوم هذا الفيلم وصل إلى مليون وسبعمائة ألف مشاهدة جاءتني اتصالات من أصدقاء وزملاء وتنوع للعمل كيف ما قلت لك سابقا وتمجأتني الفكرة لماذا لهذا العمل اللي عملنا يكون عنده عمل تاني يكون يعني كيش تستطيع مرحلة ثانية من هذا الفيلم كانت عنا الحكاية هو الفيلم الأول والحكاية وكيحكي كيف جاء المدرب وليد وكيفاش المنتخب مغربي شارك في المونديال وكيفاش وصلنا للدومي فينار بقدت ندر واحد الفيلم آخر بطريقة مختلفة وهناك مقودة جاءت للفكرة أننا ندروا هذا العمل بصيغة مختلفة مركزوش فقط للجانب الكوراوي نركزو على بزاف ديال المجالات الفكرة كان فيها عبد ربي صاحب الفكرة وكان صديقي مخرج العمل المهدي بن ناصري وأيضا زمينة الإعلامية إيمان آغوتن اللي كانت المنسيقة العامة ديال هذا العمل بدأت الفكرة قبل سنة من الآن بالتحديد السيناير من السنة الماضية وكان عمل لشهور كانت تحديات كانت صعوبات ولكن بالإصرار بالعزمة كيف ما شفتوا كان العرض مقبل الأول الخميس أربعة هي المسنة الحالية وكان في سينما ميجارما في الضربيضاء كان حضور ديال الرياضيين إعلاميين المثقفين فنانين وأعتقد بأن العمل أوفى بوعوده وكان لقى صراحة الوحد صد طيب شكرا سعد الله السحمد المميز في فيلم الحما وربما هذا هو سياق استضافتنا الأستاذ عبدالله الجعفري هو أنه لم يتم تركيزه فيه فقط على هذا الجانب الرياضي أو على الإنجاز الكراوي حدثه وإنما كانت هناك أيضا التفاتة أو تسليط الضوء على كل ما رفقه من أحدث فنية تقافية من وشائج وطنية أيضا السحمد والسي عبدالله معك نعم أولا أود كذلك أن أتوجه أنا شخصيا بالتهنئة الخالصة للسي عبدالله الجعفري على هذا الإنجاز وهو فعلا إنجاز إبداعي لأنه في هذا الإطار يمكن أن أقارب موضوع هذا الشريط نحية الإبداعية لأنه كما نعلم بأن مثل هذه الأشرطة التي لها بعد توثيقي فهي إبداعيا لا ينبغي أن تقتطر فقط على إدراج المعلومات والأخبار وإنما يجب أن تبحث عن مجموعة من العناصر ما وراء هذا الخبر لكي تقرب المتلقي منها حتى يمكن أن ينغمر في عوالم هذا الشريط حتى يبحث عن المعنى المعنى من وراء هذه الأخبار فالمعنى أنا في رأيي استطعنا أن نفهمه من خلال عتبة الدخول إلى هذا الشريط الذي هو العنوان الملحمة وفي هذا الإطار فعندما نتحدث عن الملحمة فهي كلمة لها تعبير تقعفي مرتبط بدينامية مرتبط بسيرورة بفعل بأحداث ليست أحداث بسيطة بمعنى أنه لا يمكن أن نستوعبها بكل سهولة وإنما يجب أن نفهمها من ناحية العمق لذلك فأنا من خلال مشاهدتي لهذا العمل الذي هو بالفعل يعكس الملحمة من حيث قدرة هذا الشعب الشعب المغربي على أن يتحدى كل ما يمكن أن يقال حول القوانين المعمول بها في مجال كرة القدم كان قانون في كرة القدم هو أن هناك مجموعة من المنتخبات القوية التي لا يمكن أن يضاهيها أي منتخب في العالم وهي التي تحتكر الألقاب وهي التي تحتكر الإنجازات والانتصارات ولم يكن أحد يتصور أن يأتي منتخب هكذا من إفريقيا لكي يقارع الكبار إذن مسألة الملحمة تحيل إلى الشجاعة تحيل إلى الرغبة في الانتصار إلى المغامرة تحيل إلى أنه هناك شيئا ما يمكن أن يحدث في إطار ما يسمى بلا متوقع حتى فكرة الملحمة السيح من المعدنة المقطعة تحيل على الأبطال بطبيعة الحال نعم نعم ومن هنا يمكن أن نعود إلى هوميروس في الإليادة والأوديسة وبأبطاله الخرافيين الأسطوريين لذلك فأنا بالنسبة إلى سؤالي إذا سمحت محمد هو أنه بتأكيد أنه عندما نكون بصدد إنجاز عمل توتيقي فيكون هناك سيناريو أفكار تكون هناك خطوط عامة وملامح للعمل الذي يجب أن نقوم بتصويره لكن لا نصور فقط ما هو مكتوب قد نصادف أشياء كثيرة نصورها وبالتأكيد فإن مدة هذا الوثائقي ليست هي مدة المدة العامة لكل ما تم تصويره إذن بالتأكيد لديكم ما زال في جعبتكم الكثير من المواد الإعلامية التي ربما تحتفظون بها إذن ما هي المقاييس التي استعملتمها وأخذتمها بعين الاعتبار لكي تختاروا هذا الجزء دون الآخر الفكرة ببساطة مولي أحمد هو أن هناك أعمال أخرى سابقاً لهذا العمل قاموا به زملاء آخرين صحفيين ومبدعين في مجلة مختلفة لتوثيق هذه المرحلة التاريخية في الرياضة المغربية وفي الأمة المغربية بشكل عام بما أن هذا العمل جاء بعد سنة من الإنجاز حاولنا لا يكون فيه غير الكرة فقط ولا يكون فيه غير اللاعبين فقط لأن هناك تجربة أخرى فيها غير اللاعبين دي المنتخم المغربي صناء على الملحمة اليوم سوف نسمعوا الملحمة وأن نأرى ناص اخرين شاهدوا الملحمة عن قرد أو شاهدوا عن بعد لذلك عندما تشاهد ذات الفيه Anthonydr Supreme سوف تلقى فيه لعبين حالياً للم jingle ولعبين سابقين عاشوا تجرب من المتخم المغربي سواء جيل 80 كابو دربالا وأيضا تيمومي جيل 2004 اللي يصل النهائي تونس في كأس إفريقيا كان معنا جواد زيري كانوا أسماء دولية كان معنا ريفالدو نجم الكرة البرازيلية وهو كان شهد عيان على مراحل في الكرة المغربية أيضا كان معنا كلويفيرت نجم الكرة الهولندية كان معنا آدي بايورب نجم الكرة الطبولية وكانوا معنا أناس آخرين من مجلة إبداعية مختلفة وأيضا كانوا معنا ناس مثل الأستاذة فاطمة نعمير وهي المديرة التنفيذية للإعلام والتواصل في لجنة الإرتة والمشاريع المنظمة المونديل قطر وهذه السيدة تقول بالحرف لهذه الوثائق بأن نجاح المتخدم المغرب في مونديل قطر ساهم في نجاح المونديل وهذه شاهدة نعتز بها صراحة لأن المغرب شيئا ما بينه ساهم بطريقته سواء في المستر الأخضر كفريق وأيضا كجماهير وكمتابعة بأنه ينجح هذا المونديل الأول مونديل يقام في المنطقة العربية بطبع حال عنا أسماء آخرين كما قلت لك ما كان يشغل الكورا كان مؤثرين عاشوا تجربة المونديل عن قرب معنا الزوبير هلال معنا عادل تاويل معنا أيضا كان أي من مبوح الشخص الذي يعمل كتاب يسمى للعلاسعية ويوتق فيه بطريقته من هذا الإنجاز الكبير من الكوراة المغربية في مونديل القطر أيضا كان عنا أناس آخرين مثل محمد إيد أونر هذا هو الإسم الذي يشهر به هو الذي كان يعمل في منطقة العنق في عين دياب في الدر البيضاء وكان في صور بعض داعب المنتخب المغربي بالتالي كانت رؤية شاملة لأنه ليس إنجاز كوراوي فقط هو إنجاز كوراوي رياضي ولكن إنجاز أمة مغربية واليوم كان يرى هذا العكاز للإنجاز على قطاعات مختلفة اليوم المغرب كيعرف تنمية في مجلة مختلفة في البناء في التعمير في الصناعة في الاقتصاد وهذا الرياضة جزء من هذه التنمية التي يعيشها المغرب نعم محمد بالنسبة للجانب التقافي هو بالتأكيد أنه صادفكم وأنتم تشتغلون على مواد هذا الشريط الوثائقي بحيث أن لعبة كوراة القدم كما تفضلتم بالقول فهي في الحقيقة خصوصا في إطار مثل هذه التدهورات الدولية لا تعكس فقط قوة الفريق من ناحية الرياضية من ناحية التنافس على المستوى الألقاب وإنما كذلك تعكس صورة شعب على المستوى التقافي على المستوى علاقته على المستوى خصاله على المستوى مميزاته وبالتأكيد أنكم لاحظتم كما لاحظ الجميع بأن المنتخب المغربي فقد ترك ربما صورة جيدة لدى مستقبلي هذه اللعبة في العالم من خلال الانضباط من خلال الرغبة في الانتصار كذلك من خلال الجماهير التي كانت تشجع ومن خلال بعض العادات التي مارسها المغاربة اللاعبين عندما كانوا مثلا ينتصرون في بعض المباريات في إطار علاقاتهم مع أمهاتهم في إطار طريقة احتفالتهم هذه الأمور هل بالتأكيد أنه وصلتكم أصدع عنها من ناحية تقافة هذا الشعب الشعب المغربي أكيد سيحمد لأن هذا أبطر الفيلم الملحمة كاملين تكلموا على هذا الدروس والعبار لقدم المغرب في المشاركة المونديلية الأخيرة في طبعة قطر طبعة الحال بالدروس التي يعطاهم المغرب للعالم ليس للمغربة فقط وكل العالم هو أنه عندما كانت تكون الإصرار والعازمة والإرادة نرى الناتجة في أرض الملعب كان واحدة تلاحهم غير مسبوق بين أعضاء الموتقى المغربي وعند حوارات مع لاعبين سابقين في الكرة المغربية قالوا بالحر بأن كتف المغرب أجيال ذهبية وما حق تشي لأن كان الفيستير لم يحكم لم يكن واحدة تلاحهم بين اللاعبين الصور لماذا نسوهاش هو احتفال اللاعبين مع الأمة هالديانون بعد كل انتصار وهذه سابقة في الكرة العالمية مشي المغربية فقط أيضا الاستقبال الملكي لللاعبين بالأمة هالديانون في يوم تاريخي في تاريخ الأمة المغربية 20 دجنبير 2022 والصورة لسوق المغرب للعالم بالتالي نقول لك هناك دروس وعبار والجميل هو أننا بس معناها من الأفواه نحن كمغاربة وعاشوها بواحد الفخر وبواحد الاعتزاز وقالوا بأن المغرب عطى الأمل عطى الأمل باقي الشعوب باقي المنتخبات اليوم أي منتخب يشارك في المونديل يقدر يقول لك لك لا نكون أنا بحال المغرب ونمشي لك أسل العالم ونكون مرشح وننصر مفاجأة ونصر الدمي في نال هذا يعود المغرب الذي كان دائما وابدا تصبق لبعض الإنجازات على المستوى الرياضي وعلى المستوى السياسي ومستوى أخرى سي عبد الله يبدو أنك تقرأ أفكاري ونا سأسألك عن ضيوفك في هذا الشريط الوثائقي الأجانب وكيف تعاملوا لأن هذا التلاحم الذي تحدثت عنه وهذه الوطنية وهذه روح الأمة هي أيضا ثقافة فكيف كان رد فعل المتدخل الأجنبي في هذا الشريط الوثائقي كيف نظر إلى هذه الروح روح المغاربة صدقني صديقي وأخي سي محمد بأن في هذا الحوار خاصة مع الشخصيات الأجنبية حسنت واحد الفقر كبير صراحة لأن الناس يعني تجيب ريفالدو تجيب كلويفيرت آدي بايور فاطمة النعيمي وشخصيات أخرى وكيف تكلمون في تفاصيل تفاصيل حول المشاركة المغربية فالمغرب ربيحة نقات كثيرة في هذه المشاركة صراحة وكيف يقول مثلا فاطمة النعيمي هي مواطنة قطرية وكيف تكلمت بزاف على هذا الاستقبال لملاكي اللاعبين بالأمهات وفرحات اللاعبين مع الأمهات بعد كل انتصار الأجواء التي خلق المشامع المغربي بتقافته يعني الجمهور المغربي اللي كان ربما فاكهة مونديال قطر ونقدر نقوله صراحة وخاية الشهد ربما مشروحة أن ربما الجمهور المغربية كانت أفضل جمهور في مونديال قطر لأسبب كثيرة تقافة الكروية التي عن المغربة طريقة تشجيعنا تقافتنا التي صدرنا بالأغاني بالأهزيش في جميع الأماكن استطباغ المدرجات باللون الأحمر النشيد الوطني المغربي كان ستنائي كان هادرا كان مختلف يعني هو في كل مباراة هناك نشيد الوطني جميع المنتخبات ولكن ربما نحن مغربة حسنا بها أكثر احتمال ولكن عموما كشاهد عيان نعيش تجرب عن قرب كنقول بأن المغرب بلا بحانقات كثيرة رياضيا سياسيا جماهريا قل ما شئت نعم لنترك الوشائج والعواطف جانبا ولنتحدث عن هذا المشروع وهو كما قلت في البداية تزدان به المكتبة مكتبة الشرائط الرياضية أو مكتبة الشرائط الوتائقي في المغرب تزدان بهذا الفيلم الملحمة إذن كيف لمست أنت داخل العمل أهمية التوتيق أهمية التوتيق الأحداث سواء كانت رياضية أو تقافية أو فنية أو سياسية أي أن كان الأمر فأنت كنت داخل هذه المعمعة وأحسست بأهمية التوتيق الهجز الأول سي محمد في هذا الفيلم هو التوتيق لأن هذا الفيلم أؤكد بأنه الهدف دياله غير ربحي نعم هو كان هدية للوطن وبالتالي كان الهدف هو التوتيق واحدة لحظة تاريخية وانعكاس دياله فترة نجاح ديال الرياضة المغربية ديال الكرة المغربية بالتحديد أولمباك دياله على باقي القطاعات أرى ما تتكلمون كورويا أرى بعض مونديال قطر أرى الشبان يعني فعلوا ما فعلوا في المونديال المنتخب الأولمبي فاز بكأسيا أفريقيا وتأهل ألعب الأولمبي لأول مرة منتخب السيدات أيضا منتخب السيدات تألقى في مونديال أستراليا ونيوزيلاندا أو المشاركة دياله كيتأهل الدور الثاني وهذه كلها إجازات منتخب كرة القدم داخل الصالة داخل الصالة دكوانا موتا صراحة دكوانا ديالي ما كيأتينا دروسه عبار بالتالي هذه الإجازة الخطر ألهمة باقي المنتخبات الوطنية وأقول ألهمة ليس للكرة فقط ألهمة باقي الرياضات اليوم كما قلت لك سيد محمد كي نهضة رياضية في الوطن وهذه بنتائج والنتائج ما كنتكذبش وهذه النهضة نعكس أكيد لبعض القطاعات أخرى وكن نرجع بأن في هذا الإجاز كل واحد يريد أن تقوب طريقته نحن اخترنا أن تقوب فيلم يريد أن تقوب كتاب كما قلت لك صديقنا أيمان مبوح دار كتاب هذا كالولد ايد اونر دار دار دكلي تامبر طوابع بريدية طوابع بريدية فتريت أرت فن الشارع وبطبيعة لا ننساوش النقطة الهامة والهمة جدا فهذا الموضوع هي أغنية تورخناها في قطر هالا هالا المغربة سبعه رجالة اللي بالمناسبة كان وجود شكر ريدوان ديزي دروس وأيضا كاتب الكلمات اللي هو عبد الله فريح الكابو السابق الفريق الوضع البداء وهذا المعطية صراحة رأية حصرية لأن لا أحد كان يعلم تفاصيل هذه الأغنية كيف جدت لهذا أقول بأن الجانب الإبداعي مشيغي في الرياضة فقط حتى الجانب الفني كان حاضر ريدوان بسخائه بكرمه أعطانا حوار مطول في كل تفاصيل عن الصور الحصرية في الفيلم كاوليس هذه الأغنية أيضا ديزي دروس بكرمه وصراحة بأدب الفناء صراحة تورو كان متعاون جدا وعبد الله فليه كيف أقول لك كاتب الكلمة هذه الأغنية اللي دابة ما بقى تعيش في الملاعب حتى في المناسبة العائلية أي وحية تقول لها 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 هي موجودة أيضا في رنات الهاتف نعم حديثنا سيد عبد الله عن الحضور النسائي النسوي داخل هذا العمل لأنه كنت تتحدث عن أن كرة القدم المغربية الآن في تطور وتحقق إنجازات كثيرة وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب المغربي للسيدات الذي تأهل إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية وبالتالي بتأكيد أنه كنتم تستحضرون عندما كنتم تقومون بإعداد هذا العمل لجانب متعلق بالحضور النساء داخل هذا العمل بحكم الآن أنه في مدرجات الملائب فأصبحت كذلك المرأة فهي تشكل قاعدة جماهرية كبيرة وتساهم بشكل رائع ومعبر عن فرحتها بالانتصارات وبالتشجيع بالفعل سيحمد عنا أربعة سيدات في هذا الفيلم عنا فاطمة النعمي اللي هي كيفما قلت سابقا المديرة التفيدية لإعلام وتتواصل في لجلة الإيرت والمشاريع القاطرية المنظمة للمونديال عنا أول مغربية كتعمل في مجال تسويق الصورة للاعبين واللعبات اللي هي حياة جبران وعنا جود لعبات للمتخم مغربي العامي داغزل شباك وأيضا اللاعبات حين نقيت لحاجة جهدو ذات تلائب الخصوص اللاعبات للمتخم مغربي كانوا أبطال في مونديال أستراليا وأندونيسيا وتقلقوا مع المتخم المغربي وعند سؤالنا لهم قالوا بأن الإلهام كل إلهام جههم المتخم الأول اللي أبدع في مونديال قطر فبالتالي كنقول بأن المشاركة المونديالية هي مشاركة ملهمة لباقي المتخبات الوطنية وباقي المغربة اليوم أنا وهذا كنحس العمل الجاد والإرادة والجرأة في افتخاذ القرارات أي مواطن مغربي اليوم قادر لديلشي حاجة ونحن نشوف الوطن والوطن مرآة الشعب ليله عندما قمتم بعرض هذا الفيلم في قاعة سينمائية بالدار البيضاء فكانت هناك فئة من الجماهير التي حضرت وربما تفاعلت مع هذه العمل فأريد انطباعاتك حول هذا الحضور الجماهير في هذا العرض وإلى أي حد يمكن أن يتجه هذا العمل في إطار مصاريه على مستوى العروض في باقي المدن مثلا أو في مراجنات أو لقاءات معينة نعم أعيد الفكرة بأن هذا العمل بما أنه عمل غير ربحي وهدي للوطن فبالتالي الحضور الذي كان في العرض قبل الأول في الضرب قبل الأسبوع كان بدعوات بدعوات الأبطال الملحمة في الأبطال الفيلم في الأساس أصدقاء إعلاميين مثقفين رياضيين حاليين وصابقين هذا كان هو الأساس صراحة كان هناك إجماع كان هناك إجماع ربما أنا شاهدتي مجروحة في العمل لأنه جزء من هذا العمل ولكن هذا واقع يعني كل الناس أشهدوا بالعمل 53 دقيقة لا تمل صراحة لا تمل أنا بقي أنا أقول بأن الشاهدتي لمجروحة وكذا واقع بالتأكيد لأن الأجواء كل سكر العمل كل آمن به يكفيني بتصريحات إعلامية كانوا قنوات محلية وعالمية ربما جميع القنوات المغربية كانت حضرة كان قنوات دولية مواقع كترولية حديث ولا حراج ولكل أثناء العمل وبعض الأبطال اللي شاركوا في العمل شهدت ديالوم وشهدت بعض النص اللي حضروا هذا العرض يعني أثناء العمل وقالوا بأنه قيمة مضافة للخزانة التوثيقية للإجازات المغربية مستقبل هذا العمل يعني هل هناك مستقبل هذا العمل اليوم الخامس المقبل بشاركة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل سيكون لدينا عرض في سنة ميجا راما العرض الأول اللي نريد أن نقوله لأنها خوركة العرض مقبل الأول هذا يكون العرض التالي طيب السعر بالله اليوم نحن على أتبت استحقاق كروي آخر وهو ألكان كأس إفريقيا للأمم التي نهاية الأسبوع الذي نعيشه ستعرفوا افتتاحها إذن هناك أيضا شرفة أخرى يمكن أن يطل منها أن تطل منها ملحمة أخرى نعم نعم وهذا صراحة كتصرق الأفكار السي محمد نعم يعني صديقنا وزامنا السيهي شمد الرحيم اللي كان حضر العرض ما قبل الأول مدير الفني لقناة ميديان تيفي كان تجمد معي هذا الحوار وقال لي بأن هذا الفيلم يعني في بزار ديقة القوة بما أن الملحمة متواصلة في الزمن إذا المنتخب المغريبي حقق إنجاز ما في كأس إفريقيا وهذا ما نتمنى لما له هذا الفيلم طوال في الزمن لأنه فيه 52 دقيقة قد يرجع مثلا 90 دقيقة ويتكون فيه الملحمة قد لهذا ما أتمنى يعطينا المنتخب شي هدية أخرى ونحاول نتقو هذه الملحمة الممتدة في الزمن من المونديا القطر إلى كان الكوديفور للحلم صراحة ننتظره منذ نحو 50 سنة من عام 1990 المنتخب المغريبي لم يدق طعم التتوج بكأس إفريقيا كان جيل دهبي كان وأجيل دهبي ولكن للأسف لا أحد يعني تمكنا من صناعة التاريخ الإفريقي صناعنا التاريخ على مستوى العالم ولكن قريا عنا لقاب وحيد كان في إيتيوبيا كما قلت لك قبل نحو نصف قرنة الزمن السحمة الدفري الملاحد في فيلم الملحمة أنه حضر فيه الكتاب حضر فيه الموسيقى حضر فيه النسطلجية لأن أجيال مختلفة تدخلت في الفين نشاهد حتى في التقرير الذي أنجزه الزملاء لياميق يجالس محمد تيمومي وزيري يجالس عزيز بودربالا إذن هناك واحد الوصال الكبير داخل متني هذا الفين نعم بل أنا أعتقد حسب انطباعي الشخصي بأنه حتى هؤلاء اللعبون الكبار الذين كانوا يمارسون في صفوف المنتخب المغربي والذين عندما كانوا يشاهدون مباريات المنتخب المغربي بالتأكيد أنهم كانوا يتابعونها بجوارحهم وبماضيهم وبوجدانهم الذي كانوا يشعرون به وهم يمارسون اللعبة في آنها وبالتأكيد أنه كان وقعه هذه الانتصارات عليهم كثيرا وكان ربما مثل هذا العمل مثلا تيمومي صورته في هذا الشريط تكاد تشعر وكأنه يحيى من جديد حياة أخرى وكأن مثل هذا العمل فهو بالنسبة إليه هدية لا أقول نهاية مطار حياة وإنما نهاية مصار ممارسة في كرة القدم إذن مثل هذه الأعمال فربما أن وظيفتها تساهم في بحث تلك الروح لدى الشباب ولدى الخلف وهي كذلك هدية لكل الذين مارسوا هذه اللعبة وربما لم يسايفهم الحظ لأن ينالوا انتصارات مثل هذه الانتصارات التاريخية كرة جميلة وجميلة جداً ونعود لك الحكاية السيحمد كم لميناء أو ربما نحن جيل الثمانينات لم نعيش ناش يعني كنا صغر في الثلاثمانين والمنتخب المغريب حق إنجاز كبير وهذه نجاعة من أهمية التوتيق الجيل الثلاثمانين ربما ما ظلمة إنجاز كبير واحد المنتخب الذي جمج المقرار الإفريقية والذي يصل للدور الثاني يعني مع منتخبات كبرى التوتيق لم يكن بالكم إن كنت متوفرة لكي يكون توتيق على المستوى الكبير اليوم هذا الجيل هو جيل محدود الإجاز له موثقة في وثائق مختلفة للتاريخ بالتالي وهذه الوثيقة التي أعيد وأكرر بأنها وثيقة ذو واحد المرحلة تاريخية في تاريخ الأمة المغربية من الضروري أنها تكون ديالة نحن كمغربة نحن لديناها بالأمس القريب قبل يومين فقط شوفت واحد الفيلم موثائقي حي حول موين ديالقه دار وفي البرتيا اللي عنده عن مغرب غلب كان ليس قوي المتخب الفرنسا الذي كان حاملها قبل 2011 ما هي ، هذا الحدث الحدث هو كيف خسرت إسبانيا وكيف خسرت البرتغال لهذا التوثيق بما cards نريد أن نوثقه هذا الحدث وبتليد ربما دين أهمي دين التوتق نعم استعرض الله قبل أن نختم هذه الفقرة والتي في الحقيقة لم نمل منها طبعا نتمنى كل توفيق لك في ملحمة أخرى بعد الكان تقافة أخرى ينيرها أو يثيرها هذا الشريط وهي تقافة الامتنان والاعتراف وبالتأكيد أن كانت هناك لحظات لحظات عالية لحظات روحانية لحظات متزجة فيها الدموع كما قال لعب عزيز ودربلا بالفرح بالذكرى نعم من أقوى لحظات صراحة العظم قبل أول فيلم الملحمة هو لحظة تكريم لكانت آخر لحظة في هذا الحفل وكان تكريم يعني صراحة كانت فيه دموع الفرح بالإنجاز إنجاز بأنني كي واحد الفيلم وتائق اللي تم عليه العمل لسنة كاملة وخرج الوجود في حلة يعني عشبة المتابع اللي كان حضرنا هذا العرض وأيضا لك الأجيال المختلفة لليوم من كتب تيمومي كتب تقلسو قدام جواد ياميق فرق كبير يعني ربما عنده ستين عام يخيرا عنده ثلاثين عام وكتبوهم في كورسي واحد جوج بهم كانوا لعيمة المتخم مغربي أيضا بعض الناس لما عمرهم تلقبوا بودربالا عمرهم شافوا تيمومي عمرهم لا شافوا جواد ياميق لا شافوا أسماء أخرى سواء فعلا من الكورة أو فقفوا الفن وهذا صراحة أعطانا واحد لحظة جميلة لحظة في أشوية الاعتراف لأن هذه الناس كما كان أمنوا بالمشروع أعطانا من وقتهم ونهارا لدعيناهم للحفل لبوا الدعوة وجواوا من مدن أخرى أنا صراحة سعيد جدا في ذلك اليوم ونتمنى أن تكون أيام أخرى فيها فراح وفيها اعتراف الأفضل للناس اللي سبقونا بالإجازة في سنوات سابقة مرة أخرى أستاذ عبدالله جعفري أن تصاحب فكرة ومعد الفيلم الوتائقي الملحمة نتمنى لكم المزيد من النجاح والتألق بمناسبة صدور هذا الفيلم ونتمنى أن نرى أجزاء أخرى له في استحقاقات رياضية أخرى على أن يستمر العمود الفقري هو أن يكون الفيلم محاطا بكل العناصر التي ساهمت فيه تقافيا وفنيا وحتى وطنيا شكرا جزيلا السي محمد كنت ساعد جدا بأن نحضر معك لأول مرة في المملكة مملكة الثقافات نعم ومملكة الثقافات أيضا سعيدة بحضرك الهامة والهامة جدا في المشاهد الثقافي ستبقى معنا السعب لأننا من فيلم الملحمة سننتقل إلى ملحمة أخرى وهي أننا في هذه السنة سنحتفل برأس السنة الأمازيغية منذ أسابيع وفي إطار إحياء رأس السنة الأمازيغية شرعت مناطق مختلفة من المملكة في إحياء فعاليات متعددة تبرز تنوع وثراء الثقافة الأمازيغية كمكون أساس في الهوية الوطنية للمملكة وفي هذا السياق بدأت بحر الأسبوع الذي نودعه الفعاليات المقررة بالمناسبة في مدينة خنيفرة بمحاضرة ألقاها الأستاذ دريس خروز تناولت موضوع إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية دلالتها وأبعادها وتشمل هذه الفعاليات أيضا على محاضرات وندوات فكرية وثقافية وموائد مستديرة ومعارض وأيضا عروض فنية تتناول مختلف أبعاد الثقافة الأمازيغية اللقاء لنظمة اليوم مؤسسات إزوران أجدير جدور أجدير فهو لقاء حول السنة الأمازيغية إيدن النير اللي كان بقرار وإقرار ملكي فهو رمز مهم ومحطة سياسية مهمة لبنسبة لي تتجسد المسار اللي بدأ في أجدير في 2001 مرورا بمحطة أساسية الاعتراب بتيفيناغ إدخال الأمازيغية قبل وبعد إلى مجال التدريس والبحث العلمي وكذلك إلى مؤسسات التكوين وتلفز الأمازيغية التامينة ودسترات الأمازيغية في دستور 2011 إلى الوقفة لماي 2023 أي الاعتراف بالسنة الأمازيغية إيدن النير كعطلة وطنية رسمية بجانب الأعياد الأخرى وخاصة السنتين المعترفتين بهما فهذا اللقاء يجعل أن المؤسسة جمعات وحد العدد ديال الفعاليات التقافية والجمعاوية والسياسية وكالشراف أن أنا دخلت فهذا النقطة الأساسية الرهانات الأساسية للغة الأمازيغية في إطار الشموليات التقافية والسياسية الوطنية انطلاق من دستور 2011 أي تدريس اللغة أي مكانة اللغة أي مكوينة اللغة والرهانات الأساسية للغة بجدخل أكثر وأحسن في المجال تداول في المجال الإعلام في المجال التكوين في الحياة اليومية المغاربة وكذلك لإنشاء وتدعيم سوق الشغل اللغوي المغربي الذي سيهم الأمازيغية لأن الأمازيغية كسائر اللغة بدون سوق اقتصادي فهي ستعاني من إكرهات جدا مهمة هذا النقاش كان جدي وكان طرق لهذا اليومين الدراسيين اليوم الغداء وشكرا جزيلا إذن سيد أحمد دافري نحتفل برأس السنة الأمازيغية ورغم أن هذا الاحتفال كان دائما في تقافة المغاربة من خلال ما يسمى عندنا بالحاقوز أو الحاقوزة أو أيضا ناير وهو يحيل على رأس السنة الفلاحية طبعا نعم فلأول مرة في تاريخ المملكة المغربية سنحتفل بشكل رسمي وبعطلة خلال هذا اليوم وهو اليوم الذي حدد بتاريخ 14 يناير من كل سنة والأمازيغية كما نعلم بالنسبة إلينا نحن في المغرب فهي بنفسها متنوعة على مستوى المظاهر التقافية وكذلك اللغوية فنجد هناك لغة تاريخية هناك التشلحية هناك التمازيغت ففي منطقة الشمال بطبيعة الحالة الريفية بأعادتها وتقاليدها كذلك تحتفل بهذا الدكرة في منطقة الأطلس كذلك في خنيفرا في بن ملال في سوس كذلك أغادير تزنيت إذن نلاحظ وكذلك ربطا بمواضيع التي كنا نتحدث فيها في قضية الأسبوع على مستوى الإنجاز الملحمة فدائما كان المكون الأمازيغي حاضرا في كرة القدم المغربية نعم فكان دائما لدينا لعبون كان دائما لدينا لعبون فهم ينتمون إلى هذا التنوع التقافي وهذا الفوسيفساء الحضارية المغربية وبالتالي فنعتبر بأن هذا اليوم فهو يوم عيد ومن خلاله سوف نساهم أكثر في بناء هذه التقافة الأمازيغية والتعرف بها في مختلف مناطق المغرب وكذلك على مستوى العالم العربي سعبد الله نحتفل هذه السنة برأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وأنت أخطب فيك الإعلامي وأيضا المتقف والباحث الذي أنجز عملا فنيا توتيقيا هل نحتاج أيضا بالنسبة للتقافة الأمازيغية إلى أعمال فنية مماثلة أكيد نحتاج لأعمال فنية باللغة الأمازيغية وهي مكون أساسي من المكونات الهوية المغربية هذا هو المغرب كما قلت درس آخر كأعطيها المغرب المغرب كمكوين هوياتي الأمازيغية أحد الركائز الأساسية في الهوية المغربية عدية المغربية التي نتكلم عليها كان أعمال بالأمازيغية ذروها زملاء آخرين وما ننساو بأن في الجائزة الوطنية الكبرى للصحفة في كل سنة جائزة خاصة بالإبداع الأمازيغية وأيضا بالإبداع الحسني وأمور أخرى بالتالي المغرب كما قلت سيحمد فوسيفيساء جبيل مكونات مختلفة لكنها موحدة متوازنة وعطية وحي الشكل الذي هو كنت نرى به المغرب اليوم مغرب التنمية مغرب النجاح مغرب الانتصار مغرب النماء في كل شيء نعم وأنا أضم صوتي إليك لأنني لا أرى فارقا بين احتفالك أو احتفالكم بملحمة المغرب واحتفالنا فهدية روح تمغربيت كما قلت شكرا جزيلا وقصد عبدالله الجافري على حضورك الجميل بيننا في مملكة التقافات ومن سر المكان إلى فقرة في الذاكرة وفي انتظار زميلتنا فرحان عياش ثم التحقت بنا زميلتنا فرحان عياش قادمة من سيرة ألم ورحيل مبكر سيرة شاعر كان يعد بالكثير لكنه غادرنا قبل الأوان يتعلق الأمر بشاعر أصيلة كريم حماري رحمه الله رحمه الله طبعا هذا الشاب الذي لم تصعفه الحياة ليبدع لنا ويفرغ كل ما في جعبته طبعا بعد التحية لضيفك الكريمة الدكتور أحمد دفري ولجمهورنا ومشاهدنا الكرام جمهور مملكة الثقافات يسعدنا اليوم أنه يطلثان عن هذه الشخصية لشاعر أنا كما ستلاحظون أستاذ المشاهدين رحيل الشاعر المبكر فعلا هو بالكلمة بكل ما تحمل كلمة من معنى ينطبق عليه هذا العنوان تماما لأنه رحل في السن 25 سنة زملائه ومن حفظوا العهد والوعد كانوا في الموعد دائما ليحفظوا له هذه الذكرى وإن كان عمره الشعري قصير جدا ولكن كل من جاي له وكل من عصر وكل من كان يعاشره كان يتنبأ بشاعر ولادة شاعر له سيكون له في الشعر باع طويل ولكن للأسف شديد تشاء الأقدر أن تضع كلمته هذا الفتام مزداد في مدينة صفر طبيعة الحال باقي مراحل تدرجها بصورة طبيعية جدا ضمنها عائلة جد متواضعة أكمل مصاره الابتدائي والإعدادي وبعدها أيضا الثانوي مصاره الجامعي لم يكتمل لظروف ما سيرته طبعا لا توجد الكثير من المعطيات حولها اللهم هذا الوفاء للأصدقاء الذين رافقوه أبوا ألا أن يكون لهذا الرجل اسم يحتذى به وبالتالي حتى لا تبقى قصائده عرضة للنسيان أنشأوا موقعا إلكترونيا باسمه ضعوا فيه أو ضموا فيه كل قصائده الرجل خلف لنا ديوان واحد مجموعة شعرية من مجموعات الشعرية جمعت في هذا الدوان ووضعت أيضا على هذا الموقع الرقمي أنا اليوم في هذه الحلقة سأخصص الكثير من لقصائده حتى يعرف السادة المستمعين والمشاهدين أيضا عن ماذا نتحدث بالذات في إنتاجاته الأدبية الشيء المهم جدا إلا أنه رغم صغره الملفت في سيرته على أنه نشيط جدا منذ بداياته في 16 سنة أو 15 سنة التحق بشبيبات الأحزاب السياسية وبعد ذلك مباشرة لما لمسوا فيه هذه القدرة الشعرية على الكتابة وحب للشعر والكتابة أصبح يرسل كل الجرائد تقريبا الوطنية وحتى منها الدولية للكتابة وكتابة شعره هنا عرفه الكل وتقريبا لم يسشع ذي تلك الشعر التي كانت لشعراء ومجائلي ولكن على الأقل استطاع هو أن يبصم ولكن ظلت في داخله نوع من الأسرار الداخلية الدفينة حتى أقرب المقربين إليه وأتحدث بالتحديد عن إدريس علوش الذي كان يلازمه ولا يفارقه لم يستطع أن يغوص ماذا كان يدور في ذهنية هذا الشعر وماذا كان يخطط لكن كان من المؤكد أنه كان حزينا وكان يريد أن يقول الكثير من الأشياء ولكن الأقدار اختطفته منا مبكرا استحمد يقول القدماء ليس بأدب ذاك الذي يصدر بمعزل عن المعاناة صحيح وكريم حماري يمكن أن نجمل سيرته الأدبية في سيرة الألم وسيرة الحزن الدفين كما وصفته زميلة نافرحان عياش فهو لم يكن بواحا بأسرار حتى لأقرب أصدقائه بمناسبة الشاعر إدريس علوش هو من قام رفقة شعراء آخرين وأدباء آخرين بجمع أعماله وأنت كنت قريبا من هذه التجربة أنا كنت أكثر من ذلك شاهدا على بعض المحطات التي مر بها هذا شاعر في مدينة أصيلة وعينت بنفس نبوغه وتفوقه على مستوى الكتابة الشعرية لأنه كان يكتب ويراصل بعض الجرائد الوطنية التي كانت تنشر له نصوصه الشعرية في ملاحقها التقافية وكان مهوسا كذلك بالعمل الجمعوي التقافي فهو كان عضوا فاعلا في جمعية قدماء تلاميذ الإمام العصيلي وكان كذلك واحدا من مؤسس جمعية نبراس الفنون البصرية التي كانت تابعة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية كان مستشارا في هذه الجمعية وكان مكلفا كذلك بتنشيط على مستوى النقاشات التي تعقب عرض الأفلام التي كانت تعرض بعد أن يتم انتقائها بحرص شديد لأنها كانت يجب أن تكون هذه الأعمال ذات بعد ثقافي ذات بعد فكري وكان مؤهلا لكي يخوض في هذا نوع من النقاشات المتعلقة بهذه الأفلام ذات البعد الفكري وتقافي على المستوى الإنساني فهو كان هادئا وكان خدوما وخجولا وكان كذلك ربما أنه نظرا لانحداره من أسرة متواضعة ماديا فبتأكيد أنه لم تكن تظهر عليه تلك المظاهر الجشع والرغبة في التسلق والرغبة في قنوعا صحيح كان قنوعا جدا سمحني أستاذ محمد كان ينشد الشهرة كان يعرف على أنه قدرته الشعرية وملكته الشعرية تستحق أن يكون مشهورا ويستحق أن يكون فيما صف الشعراء الكبار هذه الحزة في القلب كانت تلازمه دائما وأحد أيضا الأصدقاء الصدوقين الذي كتب عنه مقالات في الصحافة لأنه الشيء الجميل في سيرة هذا الرجل أن أصدقائه الذين عاشروا وستاذ أحمد الدفري ربما كان منهم تلامس نوع من الوفاء غير مسبوق فما السبب الذي جعلهم يعترفون لهذا الشاعر بشعريته وأن يجعله مشهورا رغم رحيله عن هذه الدنيا المقالات جميلة وكان مفحما ومقنعا على مستوى كتاباته تفضل نعم وبالنسبة للشاعر كريم الحوماري فقد ظهرت جدوة الشعر فيه باكرا وخصوصا أن مدينة أصيلة تمتح من وسط أدبي كبير فأصيلة هي مدينة أحمد عبد بقالي وأحمد هاشم ريسوني وأصيلة هي مدينة التي احتضنت مستشارة مملكة تقف مهدي أخريف مهدي أخريف دريس علوش عدد أسامة الزغاري عدد ميناء المثقفين الذين أحاطوا به وخصوصا في هذه الجمعية العريقة جمعية قدماء الإمام الأصيلي فدهرت هذا النبوغ الأدبي ظهر عليه باكرا وأوصلوه إلى مصافهم وأنت تعلمين زميلتي أن النشر في الملاحق الثقافية في تلك الفترة كان صعبا إن لم تكن لديك تلك القدرة الإبداعية الهائلة وكانت النخبة النخبة هي من تنشر في الملاحق الثقافية فما بالك كانت تعددت هذه المنافذ حتى نبين كل ما تحدثنا عنه في هذه الحلقة من شاعريتي ونعرف تماما عن ماذا نتحدث إليكم مشاهدين بعد ما وصلنا من شعرية هذا الشعر في أحد قصائده يقول وعنوانها العريض السكاكين تطعن ظهري أمامنا أشواك وراءنا أشواك غربة أمل دارة آلم بقايا الجذوع المترامية في الصمت في القيود لآخر رقم في لائحة المعدومين بقايا الذاكرة في الرماض قبل موت اللاديولوجيا لآخر رقم في لعبة الأصوات ولي وطن صلبوه ساعة حضور العاصفة ثم لقلب أبي يحتاج إلى توقيع أنا حاملها وهي تحملني تلك الغيوم تمطرني هذا حامل العصى ذاك الأمر والسكاكين تطعن ظهري البريء جميل إذن لا يسعنا سوى أن نتمنى لروحي كريم الحماري طمأنينة والسلام وفي الحقيقة لقد فقدنا شاعرا واعدا شاعرا كما قلت في تقديم غادرنا قبل الأوان السهم لا أريد أن أضفي مسحة إضافية من الحزن هو كثير من الشعراء في العالم الذين كانوا مبدعين ومتفوقين إلى درجة عالية من الشعرية وغادرون يعني باكرا وهذا سي راحل كريم الحماري كان واحدا منهم نعم شكرا جزيلا شكرا فرحانا على هذه الالتفاتة الطيبة هذه الالتفاتة التي سيسطرها تاريخ الأدب أيضا أن نلتفت إلى شائر ضل على الهامش ومات على الهامش شكرا جزيلا لك زميتي فرحانا على هذه الفقرة فقرتك في الداكرة شكرا جزيلا دكتور أحمد دافري أنت مستشار مملكة الثقافات الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر